طالبت منظمات الجارية الجزائرية بالخارج السلطات بإعادة النظر في الشروط التي فرضت على الراغبين بالدخول إلى الأراضي الجزائرية كما انتقد الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي تلك الإجراءات وكانت الحكومة الجزائرية قد نشرت ترتيبات مصاحبة لعملية فتح الحدود الجوية حيث سمحت بثلاث رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا ورحلة أسبوعية من وإلى اسطنبول وبرشلونة وتونس العاصمة عدم ارتياح في أوساط المغتربين الجزائريين وعائلاتهم من الإجراءات والشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية للاستئناف الجزئي لحركة الطيران منظمات الجالية الجزائرية في الخارج ناشدت السلطات بإلغاء الحجر الصحية للحاصلين على اللقاح وأصحاب الاختبار السلبي بالإضافة إلى تمكين الجالية من اقتناء تذاكر السفر مع خطوط الطيران الأجنبية لا يمكن تعامل بهذه الطريقة مع جاليتنا لا نلحق بالعودة مكرمين معززين نحترم كل البروتوكولات ولا نريد لجزائر أن تدخل مجددا في محنة أخرى أو في مصيبة أخرى من العدوى ولكن لا بد أن نتفق على الحلول ردود فعل أخرى تعكس الاستياء من إجراءات الدخول إلى الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرى كثيرون أن القيود بمثابة غلق مستمر للحدود غير معلنة وعلن عدد كبير من المغتربين صرفهم النظر عن فكرة الدخول للجزائر إلى أن متخصصين يؤكدون أن هذه الإجراءات مناسبة لمواجهة انتشار كورونا الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المواطن الجزائرين عربما بداية الانتخابات فيها تجمعات في بعض الأحيان هناك عدم احترام للبروتوكول الصحي وكذلك سلالة المتحورة السريعة الانتشار لرحاب ممكن أتأثر وشكل فتح الحدود مطلبا شعبيا طيلة الفترة السابقة مراعاة للحالات الإنسانية والوضع الاقتصادي فيما تؤكد السلطات أن غلق الحدود كان أحد الإجراءات الأكثر أهمية والتي جنبت البلاد الدخول في أزمة بسبب كورونا وبين الشروط الصارمة التي اتخذتها السلطات للدخول إلى الجزائر والأصوات المطالبة بتخفيفها يؤكد كثيرون أن الوضع الوبائي يبقى مرهونا بمدى الالتزام بالإجراءات الوقائية بعيدا عن قرارات الفتح أو الإغلاق ناري من قداش الحرة الجزائر ينضم إلينا من باريس الصحفية الجزائري علاء الدين بونجار لمناقشة هذا الموضوع أستاذ علاء الدين مساء الخير أهلا بك قبل ربما أسبوع فقط كان الحديث عن هل ستفتح الجزائر حدودها اليوم فتحت ولكن اليوم هذا الفتح مقروم بشروط لا تعجب الكاتلين ما الذي لا يعجب الجزائريين في الخارج في هذه الشروط نعم في الواقع لا يمكن للسلطات الجزائرية على الأقل التي استلمت الحكم بعد نظام عبدالعز بوتفليقة أن تفعل شيئا مثل بقية الدول كما ذكرتم في السابق كان هناك فتح إغلاق وإغلاق صارم من دون أن يكون هناك بروتوكول صحي ومحدد وعلى الأقل منظم ونوع مثل الطريقة والحلول مع العالقين الآن بعد أن كانت هناك ضغوطات من الجالية الجزائرية في الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تذمر وحالات مأساوية فتحت الجزائر فتحت جزئيا وهناك فرق ما بين التصريحات الأولى والتصريحات الثانية نتذكر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تحدث عن خمس رحلات يوميا باتجاه الجزائر العاصمة وبروتوكول صحي مشدد لكن الجزائرين لم يكنوا لينتظروا أن تكون الشروطية في الواقع تعجيزية عندما نتحدث عن بعض الاختبارات طبعا هذا شيء ضروري ولكن لا يفهم لماذا الاختبار إذا كان سلبي أن يكون هناك حجر لم يتم الحديث عن الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات في الواقع هذه الإجراءات لا تخضع لقواعد صحية وموضوعية متعارف عليها هناك فتح ولكن في الواقع هناك غضل كثير لم يكن التجديد منتظرا بعد كل هذه الأشهر من الغلق على الأقل يكون الفتح تدريجي نعم يكون الفتح تدريجي ولكن تعرف جيدا بأن هناك أكثر من سبعة ملايين جزائري في الخارج عندما تقول بأن هناك ست رحلات أسبوعية للجزائر لنتحدث عن ثلاثمائة شخص في كل رحلة فهذا غير ممكن خصوصا في فترة الصيف الجزائريون في الخارج هم معنيون بصحة الجزائريين في الداخل هم متفقون على ضرورة أن يكون هناك حجر إذا كان اختبار إيجابي وأن يكون هناك على الأقل أشياء موضوعية الحديث عن الاختبار لستة وثلاثين ساعة أعتقد بأن الجزائري البلد الوحيد التي تطبق هذا على العادة هناك اثنين وسبعين ساعة ولا يتم الحديث إن كان هذا من وقت أخذ اللقاح أو من وقت خروج النتيجة هناك أيضا مبالغ باهظة بالنسبة لتطبقها شركة الطيران الجزائرية علما بأنه لم يتم الحديث أيضا في هذا البروتوكول عن مصير بقية الشركات الأجنبية هل ستقوم بترحيل أيضا الجزائريين ولا يتم الحديث أيضا عن الجزائريين الذين عالقوا في السابق هذا بغض النظر عن الجزائريين العالقين في الداخل من طلبة ومرضى الذين يريدون أيضا الخروج هناك تخبط في الواقع مثل ما كان هناك تخبط في البداية هناك تخبط وكنا نتمنى أن يأخذوا كل هذا الوقت من أجل أن يتم طرح شيء واضح وجدي بالنسبة للجزائريين ولكن نعلم بأن الجزائريين العائلة المتوسطة هي ما بين أربع إلى خمس أشخاص لنا أن نعرف إن كانت سعر التذريكة ما بين ثمانمائة يورو وألف ثمانمائة دولار وألف دولار يعني العائلة أن تزور الجزائر هذا سيكون كارثيا بالنسبة لها ففي الواقع لهذا الجاليات الجزائرية في الخارج طلبت من السلطات أن تعيد النظر في بعض الإجراءات خصوصا قضية الدفع المسبق لتكاليف الحجر خصوصا إذا كان الاختبار سلبي الأشخاص الملقحين من بعض الدول لماذا فقط فرنسا، تركيا، تونس وإسبانيا هناك في الواقع إجراءات وقرارات مبهمة كان من الأجدى أن يتم الانتظار قليلا وتقديم شيء محترم على الأقل بالنسبة للجزائرين ولكن في الواقع هذا هي شروط تعجيزية سيتمكن بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح في الواقع من دخول الجزائر أما الغالبية سيحرمون مرة أخرى من دخول بلدهم ويحرمون من أن يكون هناك إجراءات على الأقل واضحة إذا كانت السلطات الجزائرية غير قادرة على أن تسايا هل هذا مزداق للتصريحات الكثيرين بأنه غلق مقنن أكثر منه فتح جزئي وهل تنتظرون استجابة من السلطات على الأقل بتخفيف هذه الشروط نتمنى ذلك أن يتم هناك تجاوب كما كان هناك تجاوب في الفترة السابقة عندما كانت هناك حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأقل السلطات تأخذ هذا بعين الاعتبار ولكن لو كان هذا صحيحا على الأقل لو كانت وطيرة اللقاحات داخل الجزائر تتم بطريقة عملية وجيدة لقلنا بأن سيكون هناك أمل ولكن عندما ننظر بأن عدد الذين تلقوا اللقاحات في الجزائر هو عدد بسيط جدا فباعتقادي سيستمر هذا التخبط وعلما بأن أرقام الإصابات بالمتحور الهندي هي في ارتفاع في الجزائر وطبعا لم يأتي بهذا المتحور الجزائريون في الخارج بل جاء به عمال أجانب وفي الواقع حتى هناك تمييز يعني الإجراءات الجديدة التي يتم الحديث عنها بالنسبة للجزائرين الأجانب هم غير معنيون بهذا ففي الواقع كل شيء هو مهم بالنسبة للسلطة في الجزائر حاليا إلا المواطن الجزائري سواء في الداخل أو الخارج نرى كيف يتم التعامل مع الحراك الشعبي ونرى كيف يتم التعامل مع الأجانب في الخارج فهذا مؤسف جدا في الواقع خصوصا عندما يتم الحديث عن جزائر جديدة في الواقع هناك الكثيرون ممن باتوا يندمون على الجزائر القديمة ويتنون أن يكون هناك شيء على الأقل يشبه الجزائر القديمة على الأقل من ناحية تسير المؤسسات الدولة هل هذا يعني أنه لن تكون تلك ربما الصور التي ننتظر أن نراها من الجالية الجزائرية المقبلة على السفر إلى الجزائر بالنظر إلى هذه الشروط هل سيقاطع الجزائريون الدخول إلى أرض بلادهم؟ لا أعتقد لأن هناك مآسي في الواقع مآسي اجتماعية ومآسي اقتصادية أيضا فالجزائريون سيكون مضطرين إلى التعامل مع هذه الإجراءات سيتم تنظيم وقفات ومسيرات أمام السفرات الفرنسية في الخارج هناك تجمح هنا في باريس يوم السبت المقبلة على الساعة الرابعة وباعتقادي سيتم على الأقل تكثيف الرحلات أو تسقيف أيضا أن يكون هناك سقف لسعر التذكرة بالنسبة على الخطوط الجزائرية وفتح الرحلات أيضا لبقية الطائرات وبالنسبة على الأقل عندما يكون الأشخاص تلقوا لقاحات والاختبار كان إيجابيا فيمكن أن يأخذ للشخص أن يكون هناك حجر بالنسبة للشخص أربعة أيام أو خمسة أيام في بيته هناك حلول عملية ومضوعية باعتقادي أن النسخة الإجراءات التي قدمت يجب أن تعيد وزارة الصحة وأن تعيد الحكومة الجزائرية النظر فيها ولا يمكن أن يتم تجاهل الجزائريين في الخارج وبالنهاية الجزائريون هم مضطرون خصوصا العالقين أن يعودوا إلى بلدانهم ربما آخرون سيختارون وجهات أخرى ولكن في الواقع هناك مآسي اجتماعية ومآسي اقتصادية حتى اقتصاديا شركة الطيران الجزائرية هي على وشك الإفلاس فلا أرى كيف يتم تسيير هذه الأزمة ولكن في الواقع هو على شاكلة بقية ما يحدث في الجزائر هناك أيضا مشكلة في تسيير الأزمة الاجتماعية في الجزائر الأزمة السياسية فلا عجب أن يكون هناك تجاوب وتعامل سيء مع الأزمة في الخارج أشكرك جزيلا شكر أستاذ علاد دينبو نجار الصحفي الجزائريين مقيم في فارس شكرا جزيلا لك